عزيزي المشاهدين اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حكايات كتير مع بير عثمان في كلمة كنا زمان بنقولها ولسه بيقولوها احيانا وبنتكلم فيها من وقت الاخر او على طول او شوية وشوية بيقولك فلان صاحب صاحبه وفلان صاحبه اكتر من اهله وفلان يعني اكتر من الاخ وفلان حاسس بفلان قبل ما بيتكلم وفي الاخر قريب جران لا دول صحاب زمان كانت الصحبية ممكن يكون واحد من اول ما دخل المدرسة من كيجي لحد الجامعة وممكن يوصلوا انه هم يوصلوا بعد بيوت بعض وولادهم يطلعوا يحبوا بعض والصداقة تستمر هل يطرى طول الوقت الصحاب صحاب ويقولك فلان صاحب صاحبه وفلان بيحب صاحبه اكتر من نفسه وفلان ضحب حياته ووقته وصحته وكل حاجة غالية عشان خاطر صاحبه ولا الموضوع بقى اسطورة من الاسطير هحكي لكم حكاية هي حكاية حقيقية وهزت الدنيا كلها كان يا مكان كان فيه ممرضة في عيادة هي خريجة جامعة وبتشتغل في عيادة بتدخل يعني الناس وكذا وبتنظم الوقت عشان تساعد مامتها في تربية اخوتها الصغيرين والممرضة دي كانت فيها حتة خير شوية يعني كانت بتشترك في اعمال خيرية وكانت في مؤسسات خيرية وكان الفيسبوك بتاعها كله بيدعو للخير ووقفة الخير وكانت بحبوبة من كل اللي حواليها اتعرفت على واحدة برضو مسك عيادة في المول اللي هي شغالة فيه وبدأوا يقربوا من بعض يتغدوا مع بعض يخرجوا مع بعض يشوفوا بعض في وقت الأجازة ودخلوا نيبقوا صحاب وكمان بيروحوا بيوت بعض وفي يوم من الأيام الصحبة التانية دي اللي هي اللي اتعرفت بالأولانية يعني كانت الخطوبة بتاعتها التانية وقفت الوقفة الجدعة وراحت معها الكوافير وصورتها ونزلت لها على الفيسبوك تهنئة جمدة جدا فرحانة في صحبتها ان هي اتخطبت كل ده حلو يعني كل ده بيعبر عن ان في علاقة جميلة بينهم ايه اللي حصل؟ مرت الأيام والصحبة اللي اتخطبت دي بدأت رائب صحبتها المحبوبة اللي بتعمل الخير للناس اللي قلتلكم قصتها من الأول عرفت بطريق الصدفة ان هي يعني دخلة جمعية عارفين يعني ايه جمعية طبعا والجمعية دي هتاخد منها مبلغ مش عارفة ألف جنيه أو ألفين مبلغ على قد حالهم الموضوع كله على قد الحال وعارفة انها جايبة موبايل بالقصد وعارفة ان هي مش عارفة معاها مصروف جزء من مصروف البيت يعني لو جينا ولا روحنا حكاية كده ايه زي ما بحكي لكم كم ألف كده راح اطلعها في مكان شغلها واتفقت مع اثنين من صحابها طبعا صحابها اللي مش كويسين دخلوا على البنت يعني يكادوا يكونوا خنقوها عشان يسرقوا منها الفلوس دي وكانت أول الناس اللي لما اكتشفوا الحدثة بتعيط ومنهارة ويا صحبتي ويا حبيبتي وبعد كده طبعا كاميرات المرأبة الحمد لله جابتها بالتفصيل البنت راح اضحيت طبعا انها امنت لوحدة المفروض انها صحبتها قصاد ايه قصاد غيرة قصاد حقد قصاد غل صحبية اتقلبت للغل او هي اساسا انا بعتقد ان الموضوع لما بيوصل لكده يبقى بني ادم ده اصلا حد مش كويس يعني مش اتغير ولا حاجة هو اصلا من جواه حد مش كويس بس الظروف بتبين وكلنا بأمانة كلنا بكينا لما عرفنا قصاد والمفروض انها بين قصين صحبه والموضوع اللي كان من كام يوم الصديق الراجل الجدع اللي دخل مع صحبه شغل بمبلغ مالي واتفق ان هو هيسددهوله على يعني اقصاد او فترات صحبه قال له اجيب لك منين قال له بس احنا بنا اتفاق ومراتي يعني في انتظار طفل ومحتاجين مصاريف للمستشفى وبقى عندي طفلين دلوقتي ومحتاج كل جنيه لية عندك قال له طب هقولك على حاجة تعال كده نتمشى ونشوف للموضوع ده حل وجو حر وتعال نقعد على النيل ونشرب حاجة سقعة وبعدين نشوف هنعمل ايه ووعدك ان انا حجدولك الفلوس دي وارجعها لك رح رماه في النيل زوجته تدور عليه قريبه جيرانه صحابه لقوه يعني في الاخر في النيل غرقان من هنا الهنى الهنى ربنا ظهر الحق وطلع صحبه هو اللي رميه عشان يتخلص انه كل شوية يطلبه بالمديونية بتاعته والمفروض انه ايه صحبه زمان قابلت واحدة اول ما كنت جاية قاهرة هنا جديد قالتلي اعرف صحبك وعلم عليه الكلمة كانت غريبة على وديني يعني ايه هي كانت اكبر مني في السن بس لقيتها بتقول لنا هقول لك الكلمة هتفتكريها طول ما انت موجودة يعني ايه تعرف صحبك وتعلم عليه يعني صحبك ده المواقف والحياة والكبوات قبل المواقف الجميلة هي اللي حتبين لك معدنه ايه بالتحديد وفعلا في صحاب بتقعد معاهم سنين عمر يعني ما بتعرفش حقيقتهم غير لما تتحط في مواقف صعب بيبان الصاحب الحقيقي من الصاحب اللي كان منظر وبس هحكيلكو حكاية هحكيلكو حكاية كان يا مكان حدوتة من زمان قوي اتنين صحاب راحوا بعيد عن بيتهم شوية وكانوا بيتمشوا في الغابة والغابة دي ظهر فيها دب مفترس شوية بصوا يمين وبصوا شمال وقالوا طب احنا حنعمل ايه في الموضوع ده ده حيجي يا كلنا اكيد فصاحب من الصحاب قال لصاحبه بقولك ايه انا هقف على كتفك ونطلع عالشجرة دي وبعد ما اطلع الشجرة حمدلك ايدي وانت كمان تيجي لحد ما الدب يمشي وإحنا نروح بيتنا اللي تهنى عنه قال له ماشي ووقف تحت الشجرة وطلع صاحبه فوقيها وبعد كده بيمدلوا ايده مرضيش يطلعوا معاه قال له انت بتعمل كده ليه قال له معلاش ما نخفى مدلك ايدي لحسن توقعني منع الشجرة والدب يا كلنا احنا الاتنين طبعا الصديق او الصاحب اللي على الارض والدب جاي نحيته مش عارف يعمل ايه قعد يفكر ربنا الهمه بفكرة جمدة جدا ان الدب ما بيجيش نحية الجسس يعني ما بيجيش نحو الانسان او الشيء الحي رمى نفسه في الارض ومسك نفسه بحيث ان هو يبان ان هو ميت وقرب الدب منه بقى يلف حواليه ويحوم يشوفه بيتنفس ولا لا اتأكد انه ما بيتنفس سابه ومشي نزل صاحبه منع الشجرة قال له نفسي اعرف هو الدب كان بيقولك ايه قال له عارف كان بيقولي ايه كان بيقولي اختار الصديق قبل الطريق قال له مش فاهم قال له يعني انا اخترت غلط وانا من النهاردة مش عايز اعرفك يا للدرجاتي اه للدرجاتي تحب احكيلكم حكاية جديدة هقولكم حكاية جديدة كان يا مكان اتنين صاحبات قعدوا مع بعض حوالي عشر اتناشر سنة بحلوهم ومرهم يروحوا بيوت بعض واعياد ميلاد ودي حتتخطب ودي بتتجوز ودي خلفت واحداث كلها جميلة بقوا اكتر من الاهل وفي يوم من الايام صاحبة من الصحاب نقول عليه هسيل قالت لصاحبتها انا فيه حد مرتبطة بيه والمفروض ان هو هيجي يتقدمي سرحت كده وقالت لها هو انت ليه كل شوية يجيلك عريس وانا ما بيجيليش ولا عريس قلت لها معرفش بس هو اللي بيحصل واللي دايما بيقولهولي في البيت ان الموضوع نصيب يمكن نصيبك لسه مجاش هي ما فهمتش يا سألتها كده ليه بس رجعت قالت لها عمتا انت جميلة وحلوة وان شاء الله ربنا يديك اللي نفسك فيه لفت الايام صاحبتها اللي بيجي لها عرسان كتير كان فيه حد متقدم لها كانت بتحبه وكان نفسها الموضوع يتم جدا لكن حصل اختلاف بين الاهل والموضوع ما تمش بس بأثناء الاعداد دي الموضوع كانت بتخرج معاها لما بتشوف الخطيف ده او بيتقابله براء او بيتقابله في الجامعة او المهم يعني كانت موجبة الاحداث وما حصلش نصيب في الخطوبة دي والسنين عدت والصحبة اللي كانت بتغير من صاحبتها اتجوزت وخلفت وصحبتها وقفت معاها في كل المواقف وبعد ما عدت السنين والصحبة اللي كان بيجي لها عرسان كتير اتجوزت برضو وسفرت برا المحافظة اتفاجأت بحاجة عظيمة او ان خطبها القديم ده على مشاكل بزوجته اللي اتجوزها وان هو وصف لها صحبتها فلانة الفلانية دي ان هم تقابله في المحافظة التانية دي بالصدفة وقالت له بالنص انا كنت بكره صحبتي اللي انت كنت عايز تتجوزها وكنت غيرانة منها قوي بصراحة ان بيجي لها عرسان كتير وانا لأ ولما شفتك ان انت مرتبط بيها وبتحبها غيرت اكتر لانها مش احلى مني انا مش عارفة انت حبتها ليه قال لها الحب ملوش مقيس ثم هي فيها كل حاجة كويسة يتمنىها اي شاب بنت ناس وشكلها مقبول ومحترمة وبصراحة لول اختلاف الاهالي انا كنت اتجوزتها قلت له خلاص خلاص هي اتجوزت وخلاص وانت كمان اتجوزت وخلفت وانا كمان اتجوزت وخلفت قال لها طب ايه المصلوب مني قلت له ايه رأيك انا حسن من كلامك انك مش مرتاح مع امراضك وانا كمان مش مرتاحة مع جوزي ايه رأيك كل واحد فينا يرمي العيال للزوج او الزوجة ونسافر برا البلد وين تجوز طبعا هو صعق من الرد ايه يعني هي ازاي بتتكلم كده وازاي سهل عليها ترمي ولادها وازاي صحبتها اللي كانت بتحبها وهو كان عارف كده كويس بتكرهها بكوره ده المهم عارف يوصل للصديقة او الخطيبة القديمة وقال لها الحمد لله انك بعيدة عنها وخلي بالك من حياتك الجديدة ومن ولادك ومن جوزك لاني دي تلعت مش صديقة بالمرة وفعلا هي كده كده كانت خسرتها لان لما عرفت التفاصيل عارفت ان هي حد كمان داخليا واخلاقيا مش كويس بنرجع نزعب بس بنرجع نقول الحمد لله عايزين حكاية تانية عن الصحاب اقولك كان يا مكان كان فيه واحدة تقريبا داخل انها تبقى منطوية شوية بتشتغل حاجة خاصة بيها يعني زي ما معظم الستات دلوقتي بيشتغلوا مشاريع من البيت اتعرفت على واحدة يعني لها ناس بيعرفوها وزي ما بيقولوا عندها حضور وعندها اصدقاء كتير والناس بتحبها وبتعرفها وبتعرض معاها وبتخرج معاها المهم الاولانية المنطوية دي اللي عامنا المشروع اللي مش ناجح او اللي لسه بيبدأ اتعرفت على التانية وقيت لها ممكن نبقى صحاب قالت لها ماشي وبقت صحبتها في الحلوة والمرة ووفاة مامتها والكبوات والازمات ورمضان وهنا وهنا وصحبتي دي عامنا مشروع خلي بالكم اللي عايز حاجة ياخد منها وصحبتي دي كويسة وفلانة 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 وبدأت توقف معاها في شغلها وفي حياتها الطبيعية وفي لحظة دخلت واحدة في النص وفرقت بين الصحاب بس احنا مش بنلوم على اللي دخلت بنلوم على الصحبة اللي ظهرت ان هي كانت تعرف ايه الاولانية عشان خاطر معرفها كتير ومصلحتها وان شغلها يتعرف وتبدأ الناس تشتري منها المنتج اللي هي بتعمله هي تصدمت شوية بس رجعت قالت الحمد لله ربنا دايما يا جماعة لما بيكشف لنا يعني سوق نية اللي حوالينا حتى لو زعلنا شوية صدقوني انك تبقى مخدوع من حد لبعض الوقت احسن ما تكون مخدوع منه كل الوقت حكمة فعلا فعلا في مكانها لان انت لو عرفت حد خمس سنين ومخدوع فيه غير لما تعرفه عشرين سنة ومخدوع فيه الصدمة بتبقى ققوة شويتين كمان مش شوية واحد عايزين حكاية جديدة اه في حكايات كتير في الصحبة اللي قعدت تشجع صحبتها انها تنفصل من جزها وتفتعل معاه المشاكل وصحبتها للأسف كانت بطن صحة طول الوقت انها ما ينفعش انها تشد معاه عشان فيه عشرة وعشان فيه ولاد وياتقول لها لأ اتقلي لأ الرجالة بتحب الست اللي تاخد موقف لازم تبينينه ان انت مش ضعيفة لازم تبينينه ان ولادك مش فرقين معاك وبدأت تزن على ودنها بالموضوع ده وفي نفس ذات الوقت الصحبة كانت حكيالها جزها جابلي جزي جابلي جزي عماللي جزي سفرني جزي عماللي في عيد ميلادي غير ايه في البيت فالتانية قعدة يعني بتغير الغيرة اللي هي كايدة هن عظيم زي ما بيقولوا تعمل تخنت صحبتها على جزها وفعلاً صحبتها لقطة الطعم وفعلاً البيت بقى فيه مشاكل ومن هنا لهنا لهنا قلت لها بس انا هدخل اوفق بينكم دخلت خدت رقم التليفون وبدأت توفق طب ممكن اشوفك يا استاذ عشان نتكلم في الموضوع عشان احاول احل المشكلة اللي بينك وبين صحبتي قعد اتكلم معاها يمين شمال مرة في اتنين ده انت تستاهل احسن الناس ده انت فعلاً هي مش عارفة امتك هي وهي وهي وبقى اتزم في صحبتها وتشكر فيه وطبعاً احنا عارفين الرجالة بتحب النقطة دي جداً ان اللي قدام هيرفعها السابع اللي قدام ويرفعه السابع سما والمشاكل بدأت تزيد وخدوا القرار اللي هم لازم ينفصل له وانفصلوا اه مش بيقولوا الزن على الودان امر من السح اه حصل وتفركشة العيلة الجميلة بعدها بقى اقل من شهرين تلاتة الصحبة اللي طلعت من الجوازة بالطفلين وفعلاً ثابت جوزها لقيت صحبتها عملت لها بلوكة على الفيسبوك وعملت لها بلوكة على التلفونات وهي مش عارفة وراحت لها بيت ماميتها وراحت ماميتها قالت لها دي اتجوزت وسفرت من هنا الهنا الهنا عرفت بطريق غير مباشر ان صحبتها اللي بتحكيلها مشاكلها مع جوزها واللي المفروض كانت بتنصحها واللي المفروض كانت مبينة طول الوقت ان هي هممها همها هي اللي اتجوزت جوزها خيانة الصحاب اه خيانة الصحاب للأسف خيانة الصحاب بقت كتير وبقت بزيادة وبقت تخوف طب نعمل ايه هقولك تعمل ايه وحقولك تعمل ايه بيتك خطة احمر عايز تصاحب حد صاحبه في شغل في نادي في قاعدة كافية وانت قاعد معاه القاعدة دي مش لازم تقوله البيت حصل فيه ايه اصلا اوقات باخد رأيه لا ما تضمنش نفسية اللي قدامك يمكن هو انت بتتكلم على مراتك بحب في حكاية هو مراته ما بتقدمه اللي بتقدمه لك مراتك انا مراتي دي الفل انا مراتي شطرة في المطبخ انا مراتي عملتني مفاجئة هو مراته العكس يعني لو مقدرش يكرهك فيها حيحقدك عليك ويحسدك من غير ما تشعر خلوا بيوتكم ليها مفتاح مش كل حاجة واي حاجة تتقال لاي حد ده صاحبي عشرة عمري مش لازم تقوله تفاصيل التفاصيل ما تضمنش نفسيته ايه زي في حكاية حصلتلي انا شخصية واحدة كنت اعتقد انها صاحبي وقفت معيها موقف يعني لو حد بينها وبينه صل الدم ما يقفش معيها الموقف ده وكله عند ربنا ويه لقيتها بتقول لي ممكن نبقى صحاب انا عادي انا بحب صاحب الناس كل لحظة طالما في احترام وفي حدود ما عنديش مشكلة خالص وللأسف انا قبلت الصداقة دي للأسف اه ما هو الواحد بيتعلم من اخطائه وفضلنا مع بعض على الحلوة والمرة زي ما بيقولوا والحكاية الفلانية بتسألك وبتعملك وكذا ونتمنى ان انا شوفك احسن الناس وانا اتمنى ان اشوفك مشاكلك محلولة وانا اتمنى ان انا شوفك تحقق كل طموحك ولما اللي هي بتتمنى بدأ يتحقق اختفت دي حقيقة انا ما استغربتش لانه كنت من قاني لاخر باكتشف حاجات او بيتقل الكلام اكتر من مرة وكل مرة يتقلب صورة شكل وانا لحد اخر وقت مفترضة حسن النية ومش عايزة اسيق النية عشان نزعلش ان انا بحب وبيتقابل الحب ده بعكسه زي ما بيقولوا يا مدأ اتعراص طبول زي الصحاب اللي في المدارس كلنا اكيد عدنا بالموضوع ده انت ذكرت ده انا نمت مبرح من اول الليل وجبت الصبح ده انا بقالي يومين بعيط حصلت معايا واكيد معاكم وحصلت لحد من اخواتي كتير انا عن نفسي حصلتني في مرحلة من المراحل وصلت المرحلة ان انا زعلان على صحبت لدرجة ان انا افتح الكتاب اقول زمانها ما بتذكرش وانا كمان حنان تبقى قفلة لسه معايا التلفون وتقول لي انا تعبانة ومقنو احنا ننام ونصحى الصبح فبنام اصحى الصبح نظامي غير نظامها او نصدق ان هي ما بتذكرش وان احنا لازم نذكر القدر ده واكتر من كده حيقلب نتيجة عكسية زي ما هي كانت مفاهماني كنت صغيرة شوية وبصدق وكانت شهادة يعني تقريبا شهادة الاعدادية لقيتها جابت اكتر مني في المجموع بحاجات بسيطة اه مع ان العادي ان انا اللي كنت بجيب درجات اكتر من ساعتها قدتني نفسي انطبع ان استحالة بعد كده اصدق حد في دراسة لما اولادي بدأوا يجبر وبنت تقول لي فلانا بتقول لي كذا وفلانا بتقول لي كذا زي ما انا بذاكر انا كده بجهد نفسي على الفوضي بيقول لي حاجة لاخر السنة ومش حلاقي اللي انا عايزاه حصلت مرة في اثنين في تلاتة قلهم الايام اللي حتبايد تلاقي زملتها اللي قيلها لها النعم ما بتذاكرش وكانت اقل منها في المستوى يا باقى تقدها في المستوى يجابت درجات اكتر عشان تحافظوا على صدقتكم المدرسية ياريت ما تدخلوهاش بالطاقة السلبية اللي تخلي صدقتك تنزلك لتحت كانت ماما تقول دايما الله يرحمها حظك من ايه او نصيبك من ايه من صديقك يعني ايه وبرضو كانت دايما تقول لو واحدة مش كويسة ماشية مع واحدة كويسة استحالة الناس استحالة استحالة تقول الكويسة دي ماشية مع المش كويسة عشان تبقى كويسة لا هيقولوا على الكويسة ان هي بقت وحشة زي التانية عشان كده لازم ننقل السحاط لازم تنقل الصاحب اللي انت عارف تربيته كويس اللي هو شبهك يعني كمان يبقى قريب من بقتك شوية من طريق تربيتك من طريق دراستك من مستوى تعليمك من مستوى ثقافتك لان انا لاحظت لما بيبقى فيه فرق في المستوى بيجي عند نقطة معينة ويبقى فرق المستويات بيعمل احقاد فضيعة بيحصل اه بيحصل بيبقوا بيعرفوا بعض بالخمستاشر والعشرين سنة ويجوا عند وقته معين تلاقي الدفهات كلها طلعت ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش اي حد يقولك صاحبني تتروح كده تصاحبه وبعد كده نرجع نتصدم اعرف صاحبك وعلم عليه ولو في موقف صعب صاحبك اللي متوقع منه يقف معاك زي ما انت متعود تقف معاه وما وقفش الوقفة دي فالانسان مواقف وزي ما بيقوله اللي ما يبقاش معايا بزعلي وفي حزني ما يبقاش معايا بفرحي الزعل والحزن ممكن انه هو يعني الزعل يعني بالتحديد هو اللي بيبين معدن البني ادم او المواقف الصعبة هي اللي بتبين معدن البني ادم الدحكة عادي والهزارة عادي والفرحة عادي لكن الحزن والمصائب والكبوات وان انت تبعد بالمسافات وان انت مش فارق مع فلان كلمك ما كلمتوش انت كويس انت بصحتك انت عيان عندك مشكلة في البيت ده ما يلزمكش وما يكونش في حياتك لان انت تستاهل ان يبقى في حياتك حد شبهك لو انت انسان كويس تستاهل ان يبقى في حياتك انسان كويس لو انت انسان انت عارب بينك وبين نفسك انك مش قد كده خلاص مش فرق كتير لكن ما يبقاش فيها عدل لو انت انسان بتحب الخير لغيرك وبتتمنهوله من قلبك وتطيب في حياتك حد حاقد وحاسد وانت مش فرق معاه زعلك ولا فرق معاه بعدك ولا فرق معاه مشاكلك ولا فرق معاه ان انت تكون سليم ولا فرق معاه ان حياتك تمشي كويس زي ما قالوا في الامثال الصاحب لصاحبه واختار الصديق قبل الطريق يا رب تكون رسالتي وصلت ويا رب كل واحد حوالينا بيحبنا يفضل في حياتنا ويا رب كل واحد حوالينا بيحبنا وتحول ان هو ما بيحبناش يبعد لان هو اساسا حاول يحبنا بس اقنع نفسه كده عشان يقرب كفضول مش قعد في حياتك عشان هو بيحبك كفضول والناس اللي قعدة في حياتنا كفضول ما تلزمناش يا رب تكون رسالتي وصلت ويا رب يكون كل اللي جاي في حياتنا خير ويا رب ما يبقاش في حياتنا غير الناس بس اللي بتحبنا وتتمنى لنا الخير وان شاء الله تشوفوني تاني وتسمعوني وعبير وحكاياتها الكتير عبير عصمو ترجمة نانسي قنقر